سين ما حكم تنظيم الحمل والتوقف المؤقت عن الانجاب لحاجة جين جاءت الادلة الشرعية بجواز تأجيل الانجاب والحمل وذلك في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا نعزل والقرآن ينزل والعزل هو القذف خارج رحم المرأة أو استخدام الواقي رغبة في اجتناب الانجاب وقد استدل الشيخ بن باز رحمه الله بهذا الحديث على جواز تنظيم النسل لتحقيق التربية الاسلامية فقال اذا كانت المرأة لديها اولاد كثيرون ويشق عليها ان تربيهم التربية الاسلامية لكثرتهم فلا مانع من تعاطي ما ينظم الحمل لهذه المصلحة العظيمة حتى يكون الحمل على وجه لا يضرها ولا يضر اولادها كما اباح الله العزل لهذه المصلحة واشباهها ولا يحرم التوقف عن الانجاب الا لاعتبارات اخرى وهي اعتبارات مهمة فرضتها الظروف المعاصرة وهي واحد اذا اصبح قرار تأجيل الانجاب عاما على مستوى المجتمع والدولة والامة ففي هذه الحال يصبح خيارا مدمرا ويغدو حكمه هو المنع اثنان اذا كان الدافع لتأجيل الانجاب هو الخوف على رزقهم او معاشهم وذلك ما يمثل اهتزازا حقيقيا لعقيدتنا بقضاء الله وقدره وايماننا بسعة رزق الله تعالى وتيسير امور الساعين في الارض ثلاثة اذا كان سبب ترك الانجاب هو الشقاق والنزاع بين الزوجين احدهما يرفض الولد والاخر يطلبه فليس من حق الرافض الرفض لان الانجاب حق مشترك بين الزوجين ولا يجوز ان ينفرد احدهما برفضه لغير عذر ولا سبب اربعة اذا كان دافع تأجيل الانجاب او وقفه هو التبعية الحضارية لغير المسلمين اعجابا بثقافتهم وافتتانا بطريقة عيشهم خمسة اذا كانت الوسيلة للوصول الى تأجيل الانجاب استعمال دواء او عمليات تقطع النسل بالكلية فتفقد المرأة او زوجها القدرة على الانجاب الى الابد فهذا من العدوان وهو كفران لنعمة الله التي انعم بها على عباده واطلاف لمنفعة جليلة مقصودة واعتداء صارخ على مقصد مهم من مقاصد التشريع وانتهاك تام لاحدى الضرورات الخمس التي جاء الاسلام بالمحافظة عليها وهي الدين والنفس والعرض والمال والنسل هذه الحالات الخمسة هي التي يقصدها العلماء عند الحديث عن تنظيم النسل او تحديده وهي الذرائع التي جعلتهم يتشددون في العبارة احيانا كثيرة كي لا تستغل فتوى الجواز في غير محلها والله اعلم